وفي جديد الأخبار العاجلة بحادثة أمستردام هنا مصادر الحدث تتحدث عن ارتفاع عدد الإسرائيليين المفقودين في أمستردام إلى سبعة والمصابين إلى خمسة عشر إذن مصادر الحدث تتحدث عن ارتفاع عدد الإسرائيليين المفقودين في أمستردام إلى سبعة والمصابين حتى هذه اللحظة إلى خمسة عشر وفي جديد هذه الأخبار أيضا من جانبه هنا أدان رئيس الوزراء الهولندي على الهجوم على مشجعين إسرائيليين بعد مباراة كرة القدم في أمستردام ووصف رئيس الوزراء الهولندي الهجوم بأنه معادل للسامية ومن غير المقبول وقوعه وأضاف رئيس وزراء أو رئيس هولندا أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي وأكد خلاله أن الجناء سوف يحاكمون اشتركوا في القناة